بسم الله الرحمن الرحيم تلميذ وتلميذات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في قناة زكري يا بابا النهاردة عن ذاكر مع بعض مادة الرياضيات عن ذاكر مع بعض الدرس السبعة وخمسين العلاقة بين عمليتي جمع والطرح الحقائق الرياضية هنا أولاد 247 هنا المتين وديه 47 فلما نجمع 200 زائد 47 يدينا 247 ولما نجمع 47 زائد 200 يدينا 247 الناتج هو يا أولاد ناتج الجمع 247 هنا يا أولاد بيقولك أن عملية الجمع عملية إبدالية يعني إبدالية يا أولاد يعني ترتيب الأعداد ليس ضروريا ضروريا طيب نيجي الطرح يا أولاد فعنقوله 247 ناقص 200 هيتبقى معنا 47 طيب 247 ناقص 47 يدينا 200 هنا يا أولاد هنا يا أولاد 247 هنا يقولك أن الطرح ليس عملية إبدالية وترتيب الأعداد في الطرح أمر ضروري لذلك يجب أن نبدأ دايماً يا أولاد بالعدد الأكبر وهو مين المطروح منه ناقص المطروح يديه ناتج الطرح يعني في عملية الطرح لازم نبدأ بالعدد الأكبر ولازم هي الترتيب في هنا المطروح منه ناقص المطروح يديك ناتج الطرح دايماً يا أولاد المطروح منه أكبر من المطروح طيب نيجي نقوله إن الجمع الطرح يا أولاد عمليتان عكسيتان أو متضادتان عمليتان عكسيتان أو متضادتان حيث يمكن أن تساعدنا العلاقة بين الجمع والطرح في التأكد مني يا أولاد من حلولني يمكننا الطرحة العددين 4143 ناقص 2712 باستخدام عدة استراتيجيات الاستراتيجية الاولى استراتيجية مخطط القيمة المكانية أول حاجة يا أولاد هنا 4143 4143 ناقص 2712 هنا يا أولاد 2712 نحللها إلى 2 زائد 10 زائد 700 زائد 2000 فنقوله 3 ناقص 2 1 4 ناقص 1 3 1 ناقص 7 ما ينفعش فنعمل يا أولاد أنا أخذ واحد من خانة الألافات هيبقى بعشر ميات فعنديك عشر ميات زائد 100 هنهو تيبقى 11 فنقوله 11 ناقص 7 يتبقى 4 يتبقى 4 يتبقى 5 المئات طب هنا خانة الألاف يا أولاد لما أخذنا منها واحد يتبقى 3 فنقوله 3 ناقص 2 يتبقى 1 فالناتج يتبقى 1431 هنأتي هنا يا أولاد بيقولك هذا هو مخطط القيمة المكانية عن مثل الرقم 4143 عندك أحد 3 عشرات أربعة مئات واحدة ونعرف دولة جوم 2 وألوف أربعة أول حاجة يا أولاد بيقولك نطرح الأحد 3 ناقص 2 يتبقى 1 أخذنا الثلاثة يا أولاد خذنا منها الثلاثة يتبقى 1 العشرات هنا أربعة يا أولاد خذنا منهم 1 تبقى ثلاثة يبقى هنا عملنا الثلاث عشرات عن إيجي هنا أولاد المئات فيه مئة واحدة وهنا فيه وإحنا عايزين ناخده منها السبعة فهو عمل إيجي هنا نطرح المئات نلاحظ إنه في خانة المئات لا يمكن طرح سبعة من واحد يعني منفعش ناخده واحد ناخده منها سبعة لذلك نحتاج إلى خاصية إعادة التسميع إيه هي خاصية إعادة التسميع أولاد اللي واخدنا ألف تحويل ألف من خانة الألوف إلى عشر مئات فهنا يا أولاد المئات بيجت عشرة وفيه واحدة من أول بيجوا حداشرة إيه هي زي ما بموضح في الرسم فيه مية من الألوف وما كان أربعة مية ألف منهم يتحويل إلى عشرة مئات بدل ما كان فيه مية واحدة بيجوا حداشرة فطلحنا إيه حداشرة خدنا منها سبعة هيتبقى أربعة هذه الأربعة لسمناه في النحية الثانية بعد كده يا أولاد الألوف كانوا أربعة بيجوا ثلاثة خلاص هنأخذوا منهم كام نأخذوا منهم متنين فهيتبقى ألف فهنقول ألف وربعمية واحدة تلاتين هنا يقول لك نطرح الألاف فقالتها التلاف ناقص ألفين بديك ألف طب إحنا يقول لك تأكد من الإجابة بتاعتنا نقال لك للتأكد من الإجابة يمكنك القيام بعمية الجامعة نجمع أي أولاد نجمع حاصل الطرح نجمع المطروح نجمع المطروح وناتج الطرح نجمعهم يدينا المطروح منه يدينا المطروح منه نجمع مع بعض نقوله ألف وربعمية واحدة تلاتين حاصل ناتج الطرح زائد ألفين سبعمية وطناشر المطروح نجمع مع بعض هنا تبقى واحد زائد تلاتين زائد ربعمية زائد ألف و ألفين سبعمية وطناشر تبقى تنين زائد عشرة زائد سبعمية زائد ألفين نجمع واحد وواحد واحد واثنين تلاتة تلاتين وعشرة وربعين أين coaching سبعمية ألف ومية و ألف و ألفين son اتنين واحد اهو تلاتة طرحنا منها اتنين البقى واحد تاني حاجة اولاد نطرح العشرات اربع ناقص واحد تلاتة يبقى اربع ناقص واحد تلاتة نطرح المئات هنا برضو نفس الفكرة لا يمكننا طرح السبعة من العدد واحد لذا يجب ان نقوم باعادة التسمين للرقم واحد فيصبح حداشر ازاي اولاد استلفنا ده ما يقول نحن اخدنا واحد من خانة الالوف الواحد من خانة الالوف بعشر مئات فيتحق هنا يبقى عشرة واحد حداشر فيصبح حداشر فنقول احداشر ناقص سبعة اربعة بعد كن نطرح الالاف يا اولاد فهندك بيقوا تلاتة بدن مربع تلاتة ناقص اتنين بقى واحد يبقى الناتج الف ربعمية واحد تلاتين ده ما هي اولاد اتطرح باعادة التسمية الاستراتيجية الثالثة يا اولاد استراتيجية خط الاعداد هنا اولاد المطروح منه قامت تلات تلاف ربعمية تسعة وسبعين ناقص الف تلتمية خمسة وستين المطروح منه يفضل زي ما هو يعمل يا اولاد تحليل للمطروح اللي هو الف تلتمية خمسة ستين تلات تلتمية الف الخطوة الاولى يا اولاد بقول نبدأ بالعادة المطروح منه ثم نقفز باتجاه اليسار قفزة واحدة لطرح الف فيبقى تلات تلاف ربعمية تسعة وسبعين تطرح منها الف تبقى الفين ربعمية تسعة وسبعين جهتي اولاد جهتي اليساري باتجاه تلاف ربعمية تسعة وسبعين طرح تلات 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 تل رقم ثلاثة نقفز قفزة واحدة لطلح ستين فعندك 2179 ناقص ستين يدك 219 يبقى ناقص ستين يدك 219 بعد كيه واخيرا نقفز قفزة واحدة يدك 219 ناقص خمسة يدك 2214 يبقى هنا هو 219 ناقص خمسة يدك 2214 طب هنا يا ولاد ادعمية الطرح فنقول ايه 3479 ناقص 1365 يدك 2214 هنقول يا ولاد ايه 9 ناقص خمسة اربعة سبعة ناقص ستة واحد اربعة ناقص تلاتة واحد وتلاتة ناقص واحد اتنين يبقى 2114 قال لك يمكننا التأكد من الاجابة عن طريق عملية الجمع هنجمع يا ولاد زي ما قلنا احنا المطروح زائد ايه المطروح زائد ناتج الطرح فعندنا احنا ناتج الطرح 2114 و المطروح 1365 فهنا 2114 ناقص اربعة زائد عشرة زائد مية زائد الفين وهنا اولاد 1365 خمسة زائد ستين زائد تلتمية زائد الف هنجمع نقول اربعة وخمسة تسعة عشرة وستين سبعين ومية وثلتمية ربعمية والفين والف تلاتة تلاف يبقى تلاتة تلاف ربعمية تسعة وسبعين اللي هو مين يا ولاد المطروح منه اللي هو المطروح منه يبقى ايه عملية الطرح صحيحة النشاط واحد اطرح باستخدام استراتيجية خط الاعداد ثم تأكد من الناتج عن طريق عملية الجامع اول مسألة معانا يا ولاد يبقى تمنمية واربعين ناقص تلتمية وعشرة هنرسل مع بعض يا ولاد هنا يا ولاد ده المطروح منه وده ايه المطروح هنحلله يا ولاد ايه عشرة وثلتمية بعد كده يا ولاد نرسل مع بعض خط الاعداد هنا يا ولاد بعد ما سامنا خط الاعداد بدأنا بتمنمية واربعين فقفزنا جهة اليسار تلتمية فوصلنا ليه اولاد خمسمية واربعين نقفز بعد كده يا ولاد عشرة بخمسمية وثلاثين هنا اولاد يبقى تمنمية واربعين ناقص تلتمية وعشرة فنقوله سفر ناقص سفر سفر اربعة ناقص واحد تلاتة تمانية ناقص تلاتة خمسة يبقى خمسمية وثلاثين في مسألة الجمع اولاد عن اجمع ناتج الطرح الخمسمية وثلاثين والمطروح تلتمية وعشرة لو ادينا المطروح منه تمنمية واربعين يبقى الطرح بتاعنا صحيح اولاد مسألة الجمع فنقوله سفر زائد سفر سفر واحد تلاتة اربعة تلاتة وخمسة تمانية يبقى تمنمية واربعين وهي بالطريقة بتاعتنا اولاد طريقة التحليل يبقى سفر زائد ربعين زائد تمنمية بعد كده يا ولاد المسألة رقم به عيقول لك خمسمية ناقص متين وسبعين اول حاجة يا ولاد نبدأ بالمطروح منه في خط الاعداد والمتين وسبعين يا ولاد نحللها لي سابعين ومتين الحل يا ولاد زي ما احنا شايفين عملنا خط الاعداد كتابنا هنا مطروح منه الخمسمية قفزنا جهة اليسار متين فخمسمية تطرح منها متين يدك تلتمية بعد كده تلتمية اولاد قفزنا جهة اليسار سابعين فنقولوا تلتمية ناخد منها سابعين عفضا المتين وثلاثين وهذه مسألة الطرح بتاعتنا اولاد خمسمية ناقص متين وسبعين نحلوها مع بعض نقول سفر ناقص سفر 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 ناقص سبعة ما ينفعش يا ولاد هناخد واحد من خانة المئات بعشر عشرات عشرة وين فنقولوا عشرة ناقص سبعة تلاتة طيب هنا الخمسة ما اخدنا منها واحد بقيت اربعة فنقولوا اربعة ناقص اثنين اثنين يبقى الناتج متين وثلاثين نتأكد يا ولاد بمسألة الجمع عن اجمع متين وسبعين زائد متين وثلاثين وهو ناتج الطرح لو اداءنا خمسمية يبقى عملية الطرح صحيحة هنا يا ولاد مسألة الجمع فنقولوا ايه سفر زائد السفر سفر سفر سبعة زائد ثلاثة عشرة نكتب السفر يا ولاد ونطرع بالواحد في خانة المئات فنقولوا واحد واثنين ثلاثة ثلاثة واثنين خمسة يبقى خمسمية وهذه يا ولاد طريقة التحليل سفر 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 سبعين زائد ثلاثين مئة ومتين ومتين وربعمية ربعمية زائد مئة خمسمية وهو ايه المطروح منه يبقى عملية الطرح بتاعتنا صحيحة عاني يجي بعد كده يا ولاد رقم جي عايقول لك اطرح سبع تلاف ستمية وستين ناقص الف تلتمية وخمسة بطريقة الخطي عدد اولاد نبدأ بالمطروح منه سبع سبع تلاف ستمية وستين والمطروح يا ولاد نحللوه الى خمسة وثلتمية والف ونرسل مع بعض خط الاعداد بعد كده يا ولاد قد بعد ما نسبنا خط الاعداد بدأنا بسبع تلاف ستمية وستين نقفز جيت الى صار الف فعند انو صار يقام يولاد ستمية وستين نقفز بعد كده تلتمية عددنا ستمية وستين بعد كده نقفز خمسة اولاد بستة تلاف تلتمية وخمسة وخمسين ما ينفعش عملنا استلافنا واحد خدنا واحد من الستة اللي هي خنت العشرات بعشرة فالسفر ده بيجت عشرة اللي هو ايه اعادة تسمية فده بيجت عشرة عشرة نقص خمسة خمسة از خنت العشرات لما خدنا منها واحد بيجت خمسة فخمسة من سفر خمسة خنت المئات بعد كده اولاد ستة نقص تلاتة تلاتة الالاف بعد كده سبعة نقص واحد ستة طب نتأكد يا ولاد مسألة الجمع بتاعتنا هنجمع الف تلتمية وخمسة واللي هو ايه اولاد ناتج الطرح ستتلاف تلتمية خمسة وخمسين لو ادنا المطروح منه لو سبعة تلاف ستمية وستين يبقى عملية الطرح صحيحة وده اولاد مسألة الجمع بتاعتنا فنقوله خمسة زائد خمسة عشرة سفر والواحد نطلع بيه اولاد في خنت العشرات فنقول هنا واحد زائد خمسة ستة وبعد كده تلاتة زائد ثلاثة ستة وستة واحد سبعة 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 تلاف ستمية وستين هنا اولاد خمسة زائد خمسين زائد تلتمية زائد ستتلاف لو رقم ستتلاف تلتمية خمسة وخمسين خمسة زائد سفر زائد تلتمية زائد الف لألف تلتمية وخمسة نجمع اولاد مع بعض الاحات خمسة وخمسة عشرة خمسين وصفر خمسين تلتمية و تلتمية ستمية وستة تلاف و ألف سبعة تلاف يبقى يعني اولاد سبعة تلاف ستمية وعندك عشر وخمسين ستين بس سبعة تلاف ستمية وستين ده اولاد ايه اللي هو المطروح منه تبقى مسألة الطرح بتاعتنا صحيحة نشاط اثنين اطرح باستخدام استراتيجية مخطط القيمة المكانية ثم تأكد من ناتج عن طريق عملية الجامع اول مسألة اولاد جيبهنا تمنمية تلاتة وستين ناقص متين وخمسين نرسم مع بعض اولاد مخطط القيمة المكانية هذه اولاد مخطط القيمة المكانية احد هنا تلاتة ستة ستة عشرات المئات تمانية فعند يطرح اولاد احد تلاتة ناخد منها سفر لان اخدنا اشحة يفضل تلاتة ازامية في خانة الاحاق لاب العشرات ستة اولاد اخدنا منهم خمسة عيد بقى واحد لاب المئات تمانية التمانية دي خدنا منها اتنين عيد بقى ستة في خانة المئات يبقى ستمية وطلتاشر يبقى اولاد اتكد اولاد لما نجمع ستمية وطلتاشر ومتين وخمسين لو ادنى 863 يبقى عاملة الجامع صحيحة نجمع مع بعض وهذه أولاد مسألة الجامع فنقوله 250 زائد 613 فنقوله 0 زائد 3 3 5 زائد 1 6 2 زائد 6 8 863 اللي هي أولاد المطروح منه رقم به ستلاف ربعمية تلاتة وستين ناقص أربعة تلاف مئتين وعشرين هنرسل مع بعض يا أولاد مخطط القيمة المكانية وهذه أولاد مخطط القيمة المكانية الستلاف ربعمية تلاتة وستين عامة سنة أحد تلاتة عشرات ستين مئات ربعمية ألاف ستة الاف فنقول لأولاد أحد تلاتة خدنا منها أحد سفر خدنا منها سفر بقيت تلاتة طب الستة عشرات لهيه الستين خدنا منها عشرين تبقى أربعين طب هنا أولاد الربعمية اللي هم أربع عشرات أربعمائات الأربعمائات خدنا منها اتنين يا أولاد بقيت متين والستة الاف ناخد منها أربعة تلاف عد بقى ألفين فالناتج ألفين متين تلاتة وربعين ألفين متين تلاتة وربعين نطرحها مع بعض نقول تلاتة نقص صفر تلاتة ستة نقص اتنين أربعة أربعة نقص اتنين أتنين ستة نقص اربعة اتنين يبقى ألفين متين تلاتة وربعين نتأكد يا أولاد بمسألة الجمع نجمع ألفين متين تلاتة وربعين واربع تلاف متين وعشرين لو أدنا ستة الاف ربعمية تلاتة وستين يبقى عمية الجمع عمليات الطرحة صحيحة وهادي أولاد مسألة الجمع يمعنا سفر وتلاتة تلاتة اتنين و اربعة ستة اتنين و اتنين اربعة اربعة و اتنين ستة يبقى 6463 يبقى عملية ايضا الطرح صحيحة يعني ايجي بعد كده يا ولاد رقم جيم عايز مني نطرح 4300 ناقص 1500 نرسم مع بعض مخاطط القيمة المكانية وهذه يا ولاد مخاطط القيمة المكانية فنقوله هنا 4300 سفر احد سفر عشرات تلتمية مئات اربعة الالاف خنة الالاف نطرح يا ولاد نقوله سفر ناقص سفر سفر و سفر عشرات سفر عشرات هنا ما فيش بسفر يعني ايجي 300 يا ولاد ناقص 500 ماينفعش ناخده 100 من الربع مئة دي الاربعة الالاف دي يا ولاد ناخده واحد من خنة الالاف الخنة الالاف الواحد ب عشر مئات فعنديني يا ولاد عشر مئات و تلاتة يبقوا تلاتتاشر فنقوله تلاتتاشر ناقص خمسة يتبقى تمانية يبقى تمنمية ودي يا ولاد بقى تلاتة يبقى تلاتتلاف ناقص الف يتبقى الفين ودي مسألت الطرح بتاعتنا اولاد فنقوله سفر ناقص سفر 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 ناقص سفر سفر تلاتة ناقص خمسة ماينفعش فناخده واحد من خنة الالاف ب عشر مئات فبقى تلاتتاشر تلاتتاشر ناقص خمسة تمانية ودي بقى تلاتة تلاتة ناقص واحد اثنين يبقى الناتج الفين تمنمية نجرى عمليات الجامعة بتاعتنا ونتأكد من الناتج وهذه مسألت الجامعة اولاد معنا 1500 زائد 2800 الناتج 4300 هنا اولاد 1500 سفر زائد سفر زائد 500 زائد 1000 الـ 2800 اولاد 011 سفر عشرات تمنمية مئات زائد 2000 فنجمع اولاد 110 سفر هنا اولاد 500 زائد 800 ألف وتلتمية و ألف و ألفين تلات تلاف تلات تلاف و ألف وتلتمية يبقى أربعة تلاف وتلتمية اللي هو أولاد المطروح منهم و كده يبقى عميد الطرح بتاعتنا يا أولاد صحيحة و كده وصلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم يستفدتم معنا و للقاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصطف الثالث الابتدائي والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته